يشكل نهر دجلة والفرات منظومة نهرية فريدة من نوعها في الجنوب الغربي لآسيا حيث يسير هذان النهران الكبيران في توازن وتناغم ولسيما في أرض العراق التي تعرف أيضا ببلاد الرفدين كناية عن هذين النهرين ويمكن تقسيم هذه المنظومة المائية إلى ثلاثة مسارات أو حلقات المسارات العليا وتقع في شرق الأندول حيث منابع النهرين في تركيا والمسارات الغسطى في العراق وشمال سوريا ثم المسارات السفلة في العراق حيث يشكل النهران حاضنة سهول الطمي العراقية ثم يلتقي النهران في الجنوب الشرقي للبلاد وكأنهما ذرعين تحت ضنان شيئا ما في حنو ليكون معا شتى العرب الذي يصب في الخليج العربي يوجه العراق الذي نشأت حضاراته المتتابعة على ضفاف هذين النهرين وظل يعتمد عليهما في حياة شعوبه وتطورها لاجتماعي مصيرا كارثيا جراء حسار النهرين وجراء الجفاف وسوء تسير المخزون المائي الذي تراجع إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان حتى مياه الشرب حيث تقلص المخزون المائي إلى سبعة ملايير وخمسمائة مليون متر مكعب للمرة الأولى في تاريخ البلاد مما دفع بعض المحافظات العراقية إلى الاعتماد على الصهاريجي لجلب المياه إلى مئات القرى والبلدات بشكل دائم وهما قاد بطبيعة الحال إلى موجة متتابعة من الهجرات الداخلية لم يسبق لها مثيل في أرض العراق فوفقا لتقرير نشر قبل أشهر لمنظمة الهجرة الدولية نزحت في وقته أكثر من 3300 عائلة بسبب العتش في عشر محافظات في الوسط والجنوب العراقية وفي أول مارس الجاري أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لأن نهري دجلة والفرات يجفان الآن حيث انخفض تدفق مياههما بشكل كبير بسبب بناء السدود بشكل رئيسي في تركيا وبسبب سوء إدارة المياه وأزمة المناخ وقال إن تأثير ذلك على الزراعة بالغ القسوة مضيفا قلبه يتحطم لرؤية المزارعين الذين أجبروا على التخلي عن الأراضي التي نمت فيها المحاصيل لآلاف السنين ويعود سبب حسار مياه دجلة والفرات إلى الإجراءات الأحادية لدولة المنبع التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى من ذلك سد إليسو الذي بدأ يشتغل بكامل طاقته منذ 2020 وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرمائية على نهر دجلة ويهدف إلى توليد 1200 ميجاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا ويعد سد إليسو ثاني أكبر سد في تركيا بعد سد أتاتورك على نهر الفرات وهذان السدان على نهري دجلة والفرات هما محور ما يعرف بمشروع جنوب الشرق الأناظول الإنمائي في تركيا وهو خطة ضخمة على مدى عدة عقود لتوفير مياه الري وتوليد الكهرباء في المنطقة الأقل نموا في البلاد والتي تهدف لبناء 22 سدا وتسع عشرة محطة لتوليد الطاقة وهي الخطة التي حرمت العراق من 70% من مياه الرافضة ترجمة نانسي قنقر